فيه كمان حاجة يمكن الناس اللي عندها تطبيقات على التليفون بيظهر كده حاجة لما تيجي تنشئ حساب على التطبيقات دي بما معناه يعني انه لو عايز انه التطبيق ده يتتبعك أو يبقى عارف مكانك مثلا فيه ناس بتسيبها على طول انه هم آه بيوفق على ده وفيه ناس بتخليها مثلا وانا بستخدم الابليكيشن فيه ناس بتختار انه لا ابدا يعني ما تعرفش مكاني ابدا او متى تتبعش اللوكيشن ابدا ايه صاحب ده وهل ده فيه خطر اصلا الصحة على حسب التطبيق اللي هو نزله التطبيق اللي هو نزله زي التطبيقات التواصل الاجتماعي المعروفة دي اجباري احنا بنوافق على سياسة الاستخدام اللي هي اصلا بتاخد بياناتنا كلها وبتستخدمها تاني من الدعاية والاعلان دي ما فيهاش ضرر علينا وكلنا عارفين ده وموافقين على ده دي ده تطبيقات اللي هي تقدر تستخدمها دايما ما فيهاش مشكلة عليها وما فيهاش خوف عليها التطبيقات التانية اللي هي اصلا ما ينفعش تدي اذن او برمشن للموقع او اذن للكاميرا بمعنى اصح من اهم طرق كشف الاختراق على الموبايلات فيه تطبيق اسمه انتس باي موبايل معروف ورسمي بينزل من المتجر الرئيسي وما بيدفعش عليه ولا جنيه وكمان ما بيتخدش منه اي اذن خالص هو مجرد التطبيق ده بينزل عشان تكشف اذا كان موبايلك مخترك او لأ من ناحية التطبيقات اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي تطبيق ده بيعمل مسح كامل او سكان كامل او كشف كامل على جميع التطبيقات اللي متسبتة عندك وبالتالي بيشوف التطبيقات اللي واخد اذن للموقع يقولك ده خطر خلي بالك واخد اذن للموقع ليه يعني مثلا زي تطبيق كيبورد يغير لك شكل الكيبورد ليه ياخد اذن للموقع ليه يأخذ إذن للكاميرا خلوا بالكم من الموضوع ده التطبيق ده بيكون مكوم من ثلاث خانات أول خانة لو المشاهدين دلوقتي يعملوها تجربة عملية أول خانة هتكون خانة السباي وير لو جي رقم فوق الزيرو تعرفوا أنه انتم موبايلكم مخترق طبيعي 100% فورا مخترق فوق الزيرو؟ فوق الزيرو يعني التطبيق واحد فيه أو اثنين أو اثنين أو اربعة كده كده موبايلكم مخترق عن طريق التطبيق ده فلازم تأخذوا بالكو وتأخذوا إجراء قانوني إن أنتم بيجيب لي اسم التطبيق أنتي سباي موبايلكم لا بيجيب لي اسم التطبيق والله مخترق من خلاله بالزبط بيجيب لك اسم التطبيق وكمان تقدر تدخل وتمسحه تأخذ الإجراء القانوني إن أنت كتتمسحه على طول مرة واحدة لو جاء معك الموبايلكم وتمسحه تاني خانة اللي هي التطبيقات اللي فيها البرميشن أو الأزونات اللي حضرتك تكلمت عليها يعني مثلا جايب لك كيبورد أو جايب لك لعبة واخدة إذن للكاميرا طبعين فيه بتلعابي هتفتح كاميرا ليه فدي تأخذوا بالكو منها لأنه فيه ناس بتنزل ألعاب أو بتنزل تطبيق يغير لك شكل الموبايل حط لك ثيم معين مش عارف سمكة طايرة فراشة مش عارف إيه أدعية بتطلع كل شوية أكبر خطر يا جماعة الموضوع ده خلوا بالكو بجد الحاجات دي بتدركم مش بتفتكم وكمان بتبطق من الجهاز بشكل ملحوظ جدا طب لو مساحت الابليكيشن خلاص؟ لو مساحت الابليكيشن هتكوني اتخذت الإجراء الرسمي أن أنت خلاص وقفت الموضوع ده عند حده وطبعا الحاجات دي بتبقى ممنوعة لأنه كده كده الاختراك هو الوصول للمعلومة بأي طريقة ممكنة يعني أي طريقة يقدر يوصل للمعلومة فعشان كده بتبقى ممنوعة والقانون هنا بيجرم الموضوع ده وغرامته بتوصل من 50 ألف 300 ألف جنيه والحبس لمدة سنتين للموضوع ده فيه حاجات كتيرة بتحصل في موضوع التطبيقات اللي هي المجهولة دي ترجمة نانسي قنقر